ما شوانس الشام أنا سعيد جداً باللقاء مع حضرتك بس في نهاية اللقاء فيه سؤال مهم جداً وكان عليه جدل بشكل كبير تحت أمر كيفين؟ الأعلاف مجال استثمار الحيواني ده ما بيبقى عنده مشكلة في موضوع الأعلاف أنا عرفت إن حضرتك بتقدم خليط متميز من الأعلاف وبيقدر إن هو في الآخر يدينا نتيجة كويسة عايز أعرف إيه مشكلة الأعلاف في مجال الانتاج الحيواني وإزاي أدارت إنك تعمل تعديل عليها وتتجنبها مشكلة الأعلاف عندنا فيه مصانع بتصنع الأعلاف ويعني هتلاقي في كذا مصانع يقول لك أعلاف كذا أعلاف كذا أعلاف كذا أنا مش عارف الخلطة هو ساعت بيبقى كاتبها بس أنا مش متأكد منها لكن أنا بفضل إن أي مربي يعمل العلف بنفسه أو الخلطة بتاعته هو يجيبها ويجمعها هتكون أوفر عليه ومتأكد من نسبتها ونسبة البروتين اللي هو عايزه فيها سواء 18 16 14 حسب العمر أو البيهيم اللي عنده اللي هو بيسمينه تمام أو الأعلاف اللي حلاب أو كده هو يعمل خلطة بنفسه وهيوفر أكتر ما يجيبها من المصانع أنا طبعا مش بحارب المصانع ولا حاجة بس لما تعمل الحاجة على إيدك أفضل ما تأخذها جهزة تكون نتجتها أحسن ونتجتها أفضل بكتير